كما دعوت خلال الحلقات الماضية قلت لي صلاح دياب رئيس تحرير المصر اليوم الحقيقي والمالك المصر اليوم قلنا انه من فضلك بسرعة انا يعني معلش طلعت من الموضوع بتاع البلدعي عشان الخبر العاجل الزميل العزيز حمد رزق رئيسا لتحرير المصر اليوم وده طبعا نقلته الموقع المحترم صدى البلد موقع الناشط صدى البلد وكان لسه عندي مكالمة منذ يعني ساعات يمكن مع حمد رزق وهو كاتب المقال في المصر اليوم وقلت انه السيد محمد امين والاستاذ حمد رزق فين هما موجودين هتقول لنا حد من الناس اللي يقدر يكون صحفي حقيقي مؤمن بفكرة الدولة والوطن وفي نفس الوقت كتيب ومدير اخيرا يعني اتمنى يكون الخبر مزبوط مية في المية وهتقول يا حمد رزق يا ابراهيم نسأله ونتابع انا من ساعات كنت بكلمه بقول له على الله تكون انت رئيس التحرير لانه احنا محتاجين رئيس تحرير بدرجة وطني المصر اليوم مؤسسة كبيرة مش عايزين نخسرها ومش عايزين ومش عايزين لازم واحد يجي يلم ويكون فاهم وشغال ونفس الكلام لمحمد امين فكلا هما يقدر يدور ويشتغل وتاني بقول ان كانت المصر اليوم خلال الازمة الماضية معرفوش يدروها اللي ايمين عليها بشكل كافي محدش يجي يقول لي ادارة الازمة في الدول محدش يجي يقول لي انه بيتكلم بينتقد الحكومة والحكام وبينتقد الوزراء ومش عارف يدير ازمة في الجورنان شاء الرئيس تحرير ومقعد الجورنان من غير رئيس تحرير لكن خلاص ما لا يدرك كله يدرك كله ان كان حمد رزق فمبروك لحمد رزق واهلا وسهلا وان لم يكن فانا تاني بعيد بقول كلا الناس الموجودين في المؤسسة زي حمد رزق ومحمد امين يصلحان لقيادة هذه الجريدة العريقة والكبيرة والمهمة لكن ايه المهمة لاستطيع تطهير المؤسسة من هؤلاء الاشتراكين الثوريين وبتوح 6 ابريل وبقايا الاخوان داخل الجريدة اشتركوا في القناة